هذا وتشارك مملكة البحرين شقيقتها دولة الإمارات أفراحها باليوم الوطني الحادي والخمسين انطلاقا من العلاقات الأخوية المميزة والتي تستمد مقومات قوتها من الروابط القوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تتسم هذه العلاقات الأخوية بالإزدهار والتطور بفضل الرؤى المشتركة لجلالة الملك المعظم وأخي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات انطلاقا من القناعة الراسخة بوحدة الهدف والمصير فقد شهدت العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات استراتيجية راسخة طويلة الأمد لها جذور تاريخية متينة تمتد لعقود طويلة ويعززها الانسجام الأخوي والإيمان بأهمية العمل الجماعي بين الأشقاء جسدت صور التلاحم بين الأشقاء المفهوم المشترك والنهج الأخوي في خدمة القضايا والمصالح العربية فجاءت هذه الزيارات المتبادلة بين القادة في البلدين الشقيقين لتعزز من هذا النهج المبارك وفق توجيهات سامية من القيادتين لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين فالزيارات الرسمية والتغاء الأخوة عكس حرص البلدين الشقيقين على توطيد أواصر هذه العلاقات الأخوية وتنميتها في المجالات كافة حيث تعد أنموذجا يحتذا به في الأخوة الخليجية والعربية وحسن الجوار والشراكة الوطيدة في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي هذا التميز من العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استمدتها من الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين وما يجمعهما من أواصر الدم والنسب والمصاهرة ووشائج القربة ووحدة الدين والمصير وفق رؤى جلالة الملك المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله إلى ذلك فقد ساهمت هذه العلاقات التاريخية في مواقف مشرفة لدولة الإمارات في ترسيخ الأمن والاستغرار ونشر السلام في المنطقة ودعم منظومة العمل العربي المشترك فهذا التعاون المشترك جاء وفق جملة من الخطط المنظمة التي تقوي العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتعد العلاقات البحرينية الإماراتية ذات خصوصية فريدة في إطار علاقات المحبة والأخوة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين التي أرسق وعيدها الآباء والأجداد على أسس من الود والاحترام المتبادل وما تشهده منتقدم ونماء على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإعلامية والثقافية والبرلمانية طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر